موسيقى أنتم على قناة الأولى مباشرة أهلا بكم إلى نشرة الظاهيرة تتابعون في أبرز العنوي موقف ثابت وحازم للمغرب إذا عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم الوحدة الترابية للمملكة وردود فعل الدول الأوروبية حول قرار محكمة العدل الأوروبية تأتي تباعا لتؤكد تشبت هذه الدول الراسخ بشركاتها مع المغرب وأهمية الحفاظ عليها وتطويرها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تنخرط في جهود دعم التمدرس والحد من الانقطاع الدراسي في الوسط القروي تدخلات جاءت عبر الدفع بالرأس مال البشري من خلال إحداث مجموعة من الوحدات المدرسية للتعليم الأولي انطلاق موسم القنص 2024-2025 مناسبة للقناصين لممارسة هواياتهم وتفعيل التدابير التي أقرتها الوكالة الوطنية للمياه والغبات لقنص مسؤول ومستدام يحترم النظم البيئية أهلا بكم من جديد مستهل النشر بملف قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاقيتين الفلاحة والصيد البحري المغرب يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار إذ أنه لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسترة وليس طرفا في هذه القضية التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى ومع ذلك فإن مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات وهو ما يؤشر على جهل تام بحقائق الملف إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا فرح سعيف متجاوزة الهيئات الأممية المختصة ومجانبة للصواب وبعيدة عن الحياد والإلمام القانوني أقرت محكمة العدل الأوروبية ما أقرته بخصوص اتفاقيتين الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب قرار لا يعني المملكة في شيء بقدر ما يضر بمصلحة الأوروبيين أنفسهم الذين يعتبرون شراكتهم مع المغرب استراتيجية هذا القرار غير صائب ومتضرين فيه المواطنين الأوروبيين أولاً ولا بالنسبة للرجال أعمالهم اللي كانوا يتعطاولوا التجارة مع المغرب ولا بالنسبة لمواطنينهم وبالنسبة لمقاربة عندهم الأسواق مفتوحة في العالم في الروس في فريقيا في تركيا في أي بلد مفتوحين هم اللي بيبان اللي يمكنهم يعوضوا بكثير قرروا محكمة العدل الأوروبية استقبله مهني قطاعي الصيد البحري والفلاحة بكثير من الدهشة معتبرينه مليئاً بالمغالطات نحن اليوم بكثير من الدهشة والاستغراب تلقينا في غرفة الصيد البحري للطلسية الجنوبية قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتين الفلاحة والصيد البحري الذي جاء محملاً بكثير من المغالطات والتأويلات الخاطئة والمنحازة وانطلاقاً من البيان الذي أعلننا عنه في غرفة الصيد البحري للطلسية الجنوبية والذين طالبوا من خلاله المجموعة الأوروبية عدم الانحراف عن المسار الصحيح والذي يتجسد في كون المملكة المغربية شريك أساسي ومثوق وفور صدور قرار محكمة العدل الأوروبية ارتفعت الأصوات من مختلف عواصم الاتحاد الأوروبي مؤكدة على تشبثها بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب ومنادية بضرورة تعميقها والمضي فيها قدم ولتوضيحات أوفى معي في بلاتوة الظهيرة السيد أمين السوسي العلوي خبير في العلاقات الجيوسياسية مرحبا بك أستاذ مرحبا إذن أستاذ سوسي المغرب طبعا ثابت على موقفه الرافد لأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية وهنا أتساءل معكم عن مكام الخطأ وثور التقدير القانونيين في قرار المحكمة ببطلان الاتفاقيتين المذكورتين بالفعل وعلى المستوى الشكل يعني هذه القضية يعني معرفت كثير من الاختلالات بالتالي هذا يعني يضرب في صميم هذه القضية التي طرحت الآن ونحن تعودنا على تكرار مثل هذه السلوكيات من طرف هذه المحكمة ومن يحاولون عبر هذه المحكمة الضغط عن المغرب أو محاولة تقويض مصالحي ومصالح الاتحاد الأوروبي بشكل عام وبالتالي أول الأعطاب في هذه القضية قضية من يمثل ساكنة الصحراء المغربية يعني أولا اعتبرت البوليزاريو هو الممثل لساكنة الصحراء والحقيقة أن هذا باطل شكلا ومضمونا لأن ساكنة الصحراء تصوت على منتخابين بشكل ديمقراطي وفي هذه الانتخابات يحضر مراقب دوليون والانتخابات تقوم بشكل شفاف والذي هم من يمثلهم بشكل مباشر واضح هذه الجماعة أو هذا التنظيم المسلح هو يقبع في دولة خارج الحدود المغرب وهو تنظيم مسلح لا صفة قانونية له بل يشكل خطر على المنطقة وقد تبرأت منه كافة المنظومات الدولية ولا تقيم له وزنا وبالتالي هذا أولا ثانيا المغرب ليس طرفا في هذه القضية والاتحاد الأوروبي وهذه المنظمة التي لا ندري كيف تجاوزت القانون والإطار الذي يشكل العلاقات الثنائية بين البلدان وقدمت نفسها كطرف أن ندري من يقفه طبعا ليسهل لها هذه القضية هذا على المستوى الشكل البتالي هي مليئة بالمثالب من هذه كما وصفت كذلك قضية الاتحاد الأوروبي لا يعتبر هذه المحكامة ملزمة له في قراراته خاصة في العلاقات الثنائية بين المغرب ودول التي تكون هذا الاتحاد وبالتالي قد بادرت هذه الدول إلى التبرأ من هذا الحكم وإلى التعبير عن دعمها للمغرب وعلى العلاقات القوية التي بادت الآن تفعل بشكل عملي على الأرض الواقع بافتتاح قنصليات وتكتيف الشراكات في المغرب وهو دليل واقعي على قوة هذه العلاقات وعلى استمرارها طيب إلى أي حد اليوم نحن أمام فشل قضائي للمحكمة المذكورة خاصة وأنها جازفت بالتدخل في نزاع إقليمي يقع حسرا ضمن اختصاصات مجلس الأمن الأممي نعم هي محاولة سياسوية لإقهام أطراف أخرى في هذه العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تتقدم بشكل سريع وتعد بأن يكون هناك علاقات أقوى في المستقبل بشكل فعلي هي محاولات بائسة لاستصدار وثيقة في الوقت الذي حرم المغرب الأطراف التي تقحم نفسها في هذا النزاع من أي صفة قانونية وكبر دليل على ذلك هو على مستوى الأمم المتحدة التي تملك صفة التي يمكن أن تتدخل بها في مثل هذه النزاعات وقرارات الأمم المتحدة واضحة ولا لبسة فيها هي تدعم توجه المغرب وتعترف بتوجهات المغرب التي تعد كما وصفتها القرارات هي المبادرات الواقعية والتي لديها طبعا صفة قانونية لا شك على أن هذه المبادرة البائسة هي محاولة لإظهار نوع من القانونية أو إظفاء القانونية على هذا التنظيم المسلح ولا شك على أن توجه الدول الأوروبية إلى رفض هذا القرار هو أكبر صفعة لتلك المحاولات البائسة وهي بلا شك هناك طبعا لوبيات تحاول أن تحور القضاء إلى صالح هذه الدولة طيب طيب أمام حجم التفاعل الذي أعقب هذا القرار والتأكيد من مؤسسات يعني مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على أهمية وعمق الشراكة بينها الاقتصادية والتجارية بينها وبين المغرب إلى أي حد نحن اليوم أمام مقرر قضائي بخلفية سياسية وكيف يمكن التعاطي مع هذه المتغيرات على المدين القريب والمتوسط أنا أعتبر أن هذه المحاولة البائسة بالعكس لمعت قوة المغرب ووجود وحضور المغرب بدليل تسارع الدول للتبرؤ من هذا القرار وهو القرارات التي لا إسقاط لها على الواقع هي قرارات لا قيمة لها قرار هذه المحكمة هو بهذا التوجيه الأوروبي وهذه السلوكات للدول الأوروبية التي رفضت هذا القرار يثبت على أنها لا قيمة لها داخل الاتحاد الأوروبي ولا اعتبار لها فعليا بالتالي المغرب قد أعرب عن ذلك بشكل واضح وتحدث كذلك عن شراكات متنوعة والمغرب لا يحتاج بالضرورة إلى شرك واحد ولا يعني يضع كل مصالحه في جهة تجاه واحد ممكن المغرب ينتوجها نحو دول أخرى وتقتلات اقتصادية كبرى أخرى منها روسيا والصين وغيرها واليوم المغرب أصبح قويا يعني يفرد نفسه بالتالي الاتحاد الأوروبي هو أكثر حاجة إلى المغرب من المغرب إلى الاتحاد الأوروبي ويعني لا شك أن هذه القرارات ستسيء إلى شكل الاتحاد الأوروبي تجاه المغرب المغرب يعني ماضي في خطاه المتقدمات تجاه أمريكا تجاه آسيا وأي محاولة لخلخلة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لن تكون في صالح الاتحاد الأوروبي وبالتالي على الاتحاد الأوروبي أن تخذ موقفا صارما تجاه ما حدث الآن في هذه المحكمة وتجاه كذلك من يقفون خلف هذا التنظيم واللوبيات التي ربما تمارس الضغط على المحكمة وعلى الأطراف التي دفعت بهذا الملف إلى المحكمة لا شك على أن المغرب ستزيده قوة وبروزا لأنه لا يشعر بأي ضغط خلال ما حدث إنما يثبت مرة أخرى على أنه قادر على جذب الشركاء وتقوية العلاقات معهم ولا تخيفه مثل هذه التلعبات شكرا لك سيد أمين سوسي العلوي خبير في العلاقات الجيوسياسية شكرا لحضورك معنا ولكل هذه الإضاءات ومشاهدين في مجال آخر في المجال التعليمي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تنخرط في جهود دعم التمدرسي والحد من الانقطاع الدراسي خاصة في الوسط القروي تدخلات المبادرة جاءت عبر الدفع بالرأس مال البشري من خلال إحداث مجموعة من الوحدات المدرسية للتعليم الأولي النموذج نسوقه من جماعة تلمزون بإقليم طنطان في روبرتاج حافظ محضار وعبد الرحيم حجي وحدة للتعليم الأولي يجري إحداثها هنا بقرية تلمزون بإقليم الطنطان في إطار جهود دعم التعليم الأولي بالوسط القروية وحدة مكنت من استقطاب أطفال هذه البلدة الذين تتراوح عمرهم بين أربعة وست سنوات والغاية حفز تعلم هذه الفئة العمورية ومحاربة الهضر المدرسي والهجرة القروية في إطار الشعار الذي رفعته وزارة تربية وطنية الندرسة العمومية من أجل تحقيق الجودة يندرج هذا العمل إحداث هذه الوحدات الندرسية بالجماعة تلمزون والمسييد في إطار تشجيع التمدرس بالعلم القروي هؤلاء الأطفال يتلقون تعليما نموذجيا بني أساسا على تحقيق أهداف متوخات من تنمي أولي بغية إعدادهم لمدرسات أمومية ناجحة ودات قيمة ودات جودة إحداث هذه الوحدات المدرسية يفعل برنامج الدفع برأس مال البشري للأجيال الصاعدة الذي ينزل تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث تنخرط الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالإضافة إلى المؤسسة المغربية للنغوض بالتعليم الأولية في التنزيل والمواكبة وتعبئة كافة الموارد بما فيها البشرية لإنجاح مهمة هذه الوحدات المدرسية قبل التحاق بالوحدة استفتت من عدة تكوينات لكيفية التعامل مع الأطفال داخل الوحدة ويتهم من أهم بضغجية التعليم الأولي بضغجية لعب والتي تعتمد على التربية والتفتح والتعلم وتمر فترات اليوم الدراسي عبر عدة مراحل أولها الاستقبال مرورا لرقم تجمع بعد ذلك العمل في إطار مجموعات هذه المشاريع تهدف أولا إلى دعم تمضس ومحاربة العدد المدرسي وخلق مناخ ملائم للتلاميذ والناشئة قصدات تحصيل الدراسي بغية تجويد التعلمات تماشيا مع الأهداف المسطرة بالمرحلة الثالثة لبرنامج الرابع الدفع برأس المال البشرية لأجيال الصعيد وحدة المدرسية تنضاف إلى مجموعة من الوحدات المماثلة التي رأت النور بالإقليم وجهة تقليم موادرون في مسأل دعم تمضرس خاصة بالأوساط القروية ومن قلميم ينضم إلينا مباشرة السيد راشيد زريتيل المنصق الجهوي للمؤسسة المغربية للتعليم الأولي مرحبا بك سيدي إذن دينامية يشهدها قطاع التعليم الأولي بجهة قلميم وادنون قربنا من بعد مؤشرات هذه الدينامية أهلا بكم سيدتي وشكرا للقناة الأولى على هذه الاستضافة لا يخفى عليكم أن قطاع التعليم الأولي بجهة قلميم وادنون يعرف دينامية حقيقية وتطورا متميزا على صعيد هذه الجهة المباركة حيث يتجلى ذلك في نسبة التعميم التي قد قاربت العلمة الكاملة ليتم بذلك التركيز على الجودة الجودة هو الهدف الأسماع للمؤسسة المغربية للتعليم الأولي وهذه الجودة من طبيعة الحال يتم التركيز فيها على تأهيل وتقوية قدرات المربون والمربيات العاملين بهذا القطاع على المستوى الوطني كما هو الشأنه على المستوى الجهوي مؤشر آخر متعلق بالتغطية أو تدبير وتسيير المؤسسة المغربية للتعليم الأولي لعدد مهم ناهز 500 قسم ووحدة للتعليم الأولي بهذه الجهة وفي ذات سياق لا ننسى أن جهة قلميم وادنون وفي إطار ما يسمى بتقييم عملية مكتسبات الأطفال المستفدين من التعليم الأولي وعند ولوجهم للسنة الأولى من التعليم الابتدائي حيث أن نتائج هذه العملية أعطت الصدارة لجهة قلميم وادنون فيما يخص التحكم حسب الجهات هذه كلها مؤشرات تشير إلى الدينامية الحقيقية والعمل جاد لقطاع التعليم الأولي بهذه الجهة على الخصوص وبربوع مملكتنا الحبيبة على العموم الوطنية للتنمية البشرية بالإضافة إلى تدخلات المؤسسة المغربية للتعليم الأولي ودوائر القطاع التعليمي شركاء في تفعيل خطة تطوير التعليم الأولي ما هي أوجه الشراكة وما هي أهم النتائج؟ لا يخفى عليكم أن المؤسسة المغربية للتعليم الأولي ومن أجل تحقيق الهدف الأسمى هو تعميم وجودة التعليم الأولي بكل ربوع المؤسسة فإنها تعمل من طبيعة الحال مع شركاء أساسيين هم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من طبيعة الحال هذه الشراكات هي مؤطرة عبر التزامات وعقود إنجاز واتفاقيات أساسية من أجل تجويد التعليم الأولي السيد رشيد ريتلا المنصق الجهوي للمؤسسة المغربية للتعليم الأولي شكرا على كل هذه المعطيات كنت معنا مباشرة من قلميم ومشاهدين ارتباطا بمجال التعليم الأولي دائما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال عملها على تطوير هذا المجال تسعى لتحقيق أهداف متعددة من بينها إنشاء المزيد من الوحدات التعليمية وتوفير برامج تعزز محارات الأطفال وتنمية قدراتهم هذا العمل يأتي في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تركز على استدامة المكتسبات السابقة وتعزيز التنمية البشرية من خلال محاور تستهدف الجوانب الأكثر حساسية للفئات الاجتماعية الهشة من إقليم توريرت محمد بلاوي ورشيد الاعتابي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سهمت بشكل كبير في تحسين البنية التحتية للتعليم الأولي بإقليم توريرت من خلال توفير فضاءات تربوية ملائمة للأطفال الصغارة كهذه الوحدة المتواجدة بضوار أولاد الهدي بجماعة سواتزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساعدت ألا تحسين ظروفية التعليم وضمان جودتي التعلم في هذه المرحلة المبكرة التي تعتبر أساسا مهما لبناء المهارات وتنمية القدرات النقل والمدرسة إحدى أهم العقبات التي تواجه العديد من الأسر في المناطق القروية هي صعوبة الوصول للمؤسسات التعليمية بسبب بعد المسافة وغياب وسائل النقل المناسبة في هذا السياق المبادرة قامت بتوفير حافلة النقل المدرسي مما سهم في تقليص نسبة الهضر المدرسي وتحسين فرص التعليم لتنميد وخاصة الفتيات بالإضافة لإنشاء عدة دور طالبا هذه المرافق توفر الإقامة الآمنة للفتيات وتضمن لهن ظروفا ملائمة لانتابعة درستهن مما يسهم في تعزيز التعليم لدى الإناث في المناطق القروية ويقلل من نسبة القطاع عن الدرسة بالفضل للمدرسة المدرسة 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 الم جهود المبدولة لتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي فقد قامت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية باقتناء بدعم النقل المدرسي عن طريق اقتناء 32 حافلة بغلاف مالي يناهز 11.6 مليون ديال الدرهم المرحلة والثريثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتميز بتوجيهها نحو الفئات الأكثر احتياجانا مع تركيز قوي على دعم التعليم الأولي والنقل المدرسي وضور الطالبة هنا بإقليم توريرت أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تنجا مساء أمس الأحد مواطنا يحمل جنسية دولة البرتغال يبلغ من العمر 33 سنة وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات البرتغالية ومبحوث عنه أيضا بمقتدى نشرة حمراء صادر في مواجهته عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول وذكر مصدر أمني أنه تم تحديد مكان اختفاء المشتبه فيه بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة الترعب الوطني والتي قادت إلى توقيفه مساء أمس بمدينة تنجا بعدما ولج المغرب بطريقة غير شرعية وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المواطن الأجنبي الموقوف هو واحد من ضمن خمسة مجرمين مصنفين خطر كانوا قد تمكنوا من الفرار الجماعي من سجن بالبرتغال بتاريخ 7 شتنبر 2024 دوليا أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة سقوط 41 ألف وأزيد من 900 قتيل منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قبل عام كلفة إنسانية تنضاف إلى الخسائر المادية والاقتصادية زكية بالقاس عام من الحرب وخسائر مادية وبشرية في قطاع غزة عام غير معالم القطاع المكتب الإعلامي في قطاع غزة أفاد في تقديرته الأولية أن حجم الخسائر يراوح 33 مليار دولار وتقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يبين تداعيات هذه الحرب حيث توقفت 82% من الشركات وتضررت 96% من الأراضي الزراعية مما أحدث شلالا في الإنتاج الفلاحي القصف المتواصل على قطاع غزة ضمر أكثر من 75% من المستشفيات المدارس والمساجد وأفادت منظمة أكسفا من جهتها أن تدمير البنية التحتية للمياه والكهرباء أدى إلى انخفاض إنتاج المياه في قطاع غزة بنسبة 84% مؤكدة أن واحد من كل خمسة أشخاص يواجهون مستويات كارثية من الجوع والعطش وفي الذكرى السنوية الأولى لهجوم السابع من أكتوبر أعلنت حركة حماس إطلاق دفعة من الصواريخ على تل أبيب وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترد ثلاثة قدائف أطلقت من قطاع غزة وأفادت دفاع المدني في غزة بمقتل 17 شخصا في غارات إسرائيلية على منطقة جباليا حاز الرئيس التونسي المنتهية ولايته قيس سعيد أكثر من 89% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس وشهدت نسبة مشاركة ضعيفة حيث أكدت هيئة الانتخابات في تونس أن نسبة الإقبال بلغت 27.7% إعصار جديد يتجه نحو ولاية فلوريدا الإعصار ميلتون الموجود في خليج المكسيك يعد إعصارا من الفئة الأولى ومن المتوقع أن يصبح إعصارا كبيرا اليوم قبل أن يصل إلى الساحل الغربي لفلوريدا في منتصف الأسبوع حسب ما حذرت الوكالة الأمريكية لمراقبة الأعاصير ولتزال جهود الإنقاذ جارية لمساعدة العديد من ضحايا هذا الإعصار وهو الأكثر دموية الذي يضرب الولايات المتحدة منذ إعصار كاترينا عام 2005 ولجنة نوبل أعلنت اليوم منح الطبيبين الأمريكيين فيكتور أمبروس وغاري رافكن جائزة نوبل الطب لاكتشافهما الحمد الربوزي النووي والمكروي وهي فئة جديدة من جزئيات الحمد النووي الصغيرة تؤدي دورا حاسما في تنظيم نشاطي الجينات ومشاهدين في موضوع آخر أعطيت الأحد انطلاقة موسم القنص 2024 2025 والذي يشكل مناسبة للقناصين لممارسة هوايتهم المفضلة والإسهام في تفعيل التدابير التي أقرتها الوكالة الوطنية للمياه والغبات بوصفهم شركاء في الاستغلال العقلاني لثروات الوحشية وهذا الموسم يعد فرصة لممارسة قنص مسؤول ومستدام وفقا للقوانين الجاربها العمل وفي احترام تام للنظم البيئية النموذج نقدمه من إقليم صفروا في روبرتاج عبدالسلام خلوي وإبراهيم الغوتي ويوسف المزيان متعة اللحظة قوية والاستعدادات لها انطلقت منذ فترة نشوة حمل السلاح والذخيرة تفقد البندقية والقيام بما يلزمها من صيانة توفير مستلزماتها دون نسيان البدلة بقوامها أمور يحرص كل قناص على جعلها الأساس في احتفالية انطلاقة الموسم الجديد للقنص العام اللي فات ما صيدناش بزاف باش نلقوا هذا العام الحجل العام اللي فات صيدنا واحد الخمسة الحدودة في المحمية كاملة هذا العام إن شاء الله مع الحجل اللي جبناه ودرناه والله شيء طلقنا الحجل هذا العام غادي يكون إن شاء الله عدنا وفرة في الحجل هذا العام استمتعنا بالرياضات استمتعنا بالطبيعة الخلابات شفنا الناس ديال دواور هنا يطلقنا معهم هو الموعد الذي يحسب له الحساب ولا يمكن بأي شكل من الأشكال تخطيه ولهذه اللحظة انطلاقة موسم القنص اتخذت تدابير وإجراءات من طرف مديرية الوكالة الوطنية للمياه والغابة بإقليم صفر نشاط القنص فهو في إطار متمان في هذا الإطار الجمعوي ومنضم وهناك أيضا القنص الغير المؤجر اللي حتى هو تعرف واحد يعني التوافد ديال مجموعة القناصين من جميع طراب المملكة على هذا المنطقة اللي تتعرف تتزخرب واحد المؤهلات طبيعية هامة تتمر هاد العملية ديال المراقبة وديال المواكبة ديالقناصة خلال الفترة الممتدمة من أكتب حتى الأواخر شهر ديجنبير باش كيكون الموسم يعني متمر وكيكون عاوتي نحاول أن هذا الاستمرار يودي موما للهد الوحيش والاحترام للقوانين ديالها إقليم صفر فضاء طبيعي شاسع غني بتنوع إيكولوجي متميز يشكل بيئة مناسبة للتكاثر الوحيش عنصر سمح ببروز جمعيات عديدة إن خرط فيها هوات القنص فأصبحت بمجهوداتها ومساهماتها في هذا المجال رافعة للتنمية المحلية وركيزة لتثمين هواية القنص في تنمية السياحة الإيكولوجية بالمنطقة ارتباطا بالمجال البيئي شاطئ مرقالة الذي يعد من أشهر وجهات الاستجمام بمدينة طنجة يشهد ارتفاعا في منسوب تلوث مياهه نتيجة تسرب كميات كبيرة من المياه العادمة وضع دفع السكنة والجمعيات المحلية للمطالبة باتخاذ خطوات جادة لتجنيب الشاطئ والمنطقة برمتها تهديدا بيئيا حقيقيا النسب مهدي ويداد المساوي وسعيد ناجح بسبب قربه من مجال مائية تستقبل تسريفات متنوعة من مصادر تلوث متعددة بات الشاطئ نقطة سوداء فالتسريفات المتكررة جعلت من هذا الشاطئ الذي يعد وجهة مفضلة للسياح كما لساكنة المدينة جعلته يتحول إلى مصب عشوائي للمياه الملوثة المنازل والمعامل والمؤسسات الانتاجية الفضلات المائية تصل إلى هنا كان من المقرر يتم هنا تسريتها فعالية المجتمع المدني ونشط حقوقيون إلى جانب مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية ما فتئو يدقون ناقص الخطر مطالبين بحلول عاجلة تضمن حماية البيئة البحرية وصحة المواطنين يعد شاطئ مرقالة متنفسا للمدينة وقبلة مفضلة للعديد من الزوار وضمان استدمة هذا الشاطئ وحمايته من التلوث يبقى رهين بإجراءات عاجلة وحلول مستدامة تضمن للمواطنين بيئة نظيفة وآمنة رياضيا نظم نادي أسفي لرياضة ركوب الموج يوما تعرفيا بهذه الرياضة بمقر النادي بشاطئ المدينة الأبواب المفتوحة عرفت دروسا نظرية وتطبيقية كما سنتابع مع خالد شخمان وعبدالغني التهراوي الأبواب المفتوحة لنادي أسفي لركوب الموج جمعت ابناء النادي وغيرهم من الأطفال المدعوين رفقة آبائهم وأمهاتهم للتعرف عن قرب رياضة ركوب الموج يوم دراسي عرف دروسا نظرية وتطبيقية سمتع خلالها الأبطال الصغار فخورة بهذه الشهادة التي حصلت عليها اليوم تقريبا ثلاث سنوات وأنا أمارس رياضة ركوب الموج وسعيدة جدا بذلك ثلاث سنوات وأنا أمارس رياضة ركوب الموج ومع مرور الوقت ارتبطت أكثر بهذه الرياضة وأصبحت أشارك في مختلف المسابقات إضافة إلى الدروس التي تلقاها المشاركونة تم تنظيمهم وسبقة تنفس فيها الجميع كما تم تتويج الأبطال الصغار بشواهد المشاركة هذه المدراسة تتعطي واحد البرنامج الرياضي العام كامل باش نديروا تداريب الأطفال وكذلك الكبار باش يوليوا مع المستقبل يكونوا أبطال عالميين في رياضة ركوب الأمواج وإذا ما كانوا أبطال يقدروا يديروا هواية جالهم باش يزيدوا في المستقبل ويكونت عنهم على هواية يزوينوا مع البحر رياضة ركوب الموج رياضة أولمبية وندي أسفك غيره من الأندية الوطنية يحاول أن يقدم دعم للأبطال الصغار الذين أبانوا عن موهبة كبيرة قصد مواكبتهم ومرافقتهم مدربون وأوتر تقنية في رياضة كرة القدم من مختلف دول العالم تتوالى زيارتها للمغرب وتبدي كل مرة إعجابها الكبير بما وصلت إليه كرة القدم المغربية خصوصا جانب التكوين القاعدي معتبرين أكاديمية محمد السادس لكرة القدم نموذجا عاليا من حيث العطاء ومستوى التكوين الذي يتلقاه اللاعبون بل تفوقت على مؤسسات مثيلة في أوروبا وغيرها خالد تخمان أكاديمية محمد السادس لكرة القدم تحولت إلى مصدر إلهام ومحجل لأطور تقنية أجنبية تحاول اكتشاف سر نجاحها في ظرف قياسي وبقائها على طريق نجاح ثابت منذ تأسيسها وحتى اليوم المدرب البصني الألباني الأصل كاميل إسني والذي تكون والشغل بعدد من مراكز التكوين ببلاده أولا ثم بفرنسا يعتبر أكاديمية محمد السادس نموذجا ناجحا وتجربة رائدة أنا من أشد المعجبين بكرة القدم المغربية زرت المغرب أكثر من مرة سنحت للفرصة لزيارة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم واطلعت على البنية التحتية المتطورة بالأكاديمية وأجزم بأنها أفضل من مركز كلير فونتين بفرنسا لذلك لم أتفاجأ بمستوى اللاعبين المغرب طيلة السنوات الماضية ولن أتفاجأ أيضا إذا أصبح المغرب رقم واحد عالميا المدرب البصني الذي يتابع كرة القدم المغربية منذ سنوات أكد أن كرة القدم المغربية تعد استثنائية حتى على مستوى طريقة التكوين مؤكدا أن موهبة اللاعبين المغرب كبيرة وتضاهي أفضل لاعبي العالم مؤكدا أن البطول الوطنية تعرف وهي الأخرى مباراية قوية وكبيرة وتنجب كل فترة لعبين يؤثثون مختلف الأندية القوية بأوروبا بل إن اللاعبين المغرب باتوا معادلة مهمة في مختلف البطولات بأسيا وبالأمريكيتين إلى التذكير بالعناوين موقف ثابت وحازم للمغرب إذا عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم الوحدة الترابية للمملكة وردود فعل الدول الأوروبية حول قرار محكمة العدل الأوروبية تأتي تباعا لتؤكد تشبت هذه الدول الراسخ بشراكاتها مع المغرب وأهمية الحفاظ عليها وتطويرها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تنخرط في جهود دعم التمدرس والحد من الانقطاع الدراسي في الوسط القروي تدخلات جاءت عبر الدفع بالرأسنان البشري من خلال أحداث مجموعة من الوحدات المدرسية للتعليم الأولي انطلق موسم القنص 2024-2025 مناسبة للقناصين لممارسة هوايتهم وتفعيل التدابير التي أقرتها الوكالة الوطنية للمياه والغبات لقنص مسؤول ومستدام يحترم النظم البيئية شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة